طبعا ما دخلت العمل الحر فانا لازم اقبض بالدولار ولازم اختار التخصص بتاعي ومركزت في اي حاجة تانية غيرها ولازم اختار العمل بتاعي وقعد وحط رجل على رجل واخر انجعاص وعلى فكرة انا عشان اشتغل في العمل الحر انا هاجر فندق في جزر البلطيم واروح الشغل من هناك عشر مفاهيم غلط وكارثية هنعرفها في الفيديو ده لو انت عملتهم اعرف ان انت مش هتكمل ثلاث شهور واتنطب المركب وهتخسر من العمل الحر شوف الفيديو فيديو النهاردة بعنوان عشر اخطاء كارثية بيقع فيها معظم الفريلانسر الخطأ الاول لازم اشتغل بالدولار عندي انجي وسمير سامير اشتغل شغلانة ابت منها 100 دولار انجي اشتغلت نفس الشغلانة ابتت منها 3000 جنيه انت نفسك تكون مين اكيد سامير لانه بيبت بالدولار بس لما تيجي تترجم المبلغ اللي هو ابتوه هتكتشف انه هو 1000.5 انجي ابتت بالمصري 3000 على فكرة مش بقولك ان انت ما ينفعش تقبل بالدولار اقبل بالدولار وانت لو اشتغلت على يوتيوب هتقبل بالدولار بس الفكرة كلها ان مش لازم تشتغل بالعملة ديت ممكن تشتغل بالجنيه المصري عادي خالص ممكن تشتغل بالليني الياباني ممكن تشتغل باليورو ممكن تشتغل بالجنيه سوداني مفيش مشكلة خالص المهم مش لازم تقبل بالدولار وممكن لو انت ابتت بالدولار تكون بتخسر مش بتكسر الكارسة التانية لازم اتخصص جوه العمل الحر احصائية لطيفة عملت على موقع ابورك سنة 2019 بيانت فيها ان 5% فقط من الفريلانسر بيشتغلوا في تخصص واحد بس 61% بيشتغلوا من تخصصين لتلات تخصصات ملهمش علاقة بعض و 34% من اللي بيشتغلوا في العمل الحر بيشتغلوا في اكتر من تلات تخصصات انت تحب تكون من 5%؟ ولا من 61%؟ ولا من 34%؟ مش شرط تشتغل بتخصصك انت مش بتخرج من جمعة و رايح تقدم ورقك ليك عشان انت تتقابل في العمل الحر العمل الحر ملوش شهدات المهم تكون عارف تركز في شغلك وتنظمه مش بس تتفرغ لي الكارسة التالتة لازم اشتغل على الانترنت والانترنت عند يكون سريعة موقع فيفر كشف عن صدمة كبيرة جدا ان 32% من الفريلانسر بيعتبروا الانترنت هو مصدر تشتيتهم و 82% بيعتبروا ان مواقع تواصل اجتماعي هي اكتر مواقع بتضيع عليهم فرص شغل وبتخليهم يطولوا في مدة التسليم اللي عاوز اقولهولك شغلك مش شرط بس يكون على الانترنت ده ممكن يكون انت هو مصدر تشتيتك انت ممكن تشتغل مع عمله بشكل مباشر يعني الانترنت ملوش اي محل من الاعراب الانترنت ممكن يكون اداة للبحث عن افكار تلهمك ممكن يكون اداة لان انت تعمل تغذية لنفسك وتعرف منافسينك بيشتغلوا ازاي ممكن يكون اداة لتسليم شغلك لكن الانترنت مش شرط يكون عندك سريع المهم تكون في مكان في نت في بعض الاوقات الانترنت مش كل حاجة في العمل الحر الكرسى الرابعة علشان تشتغل في العمل الحر لازم تعمل اكاونتات على خمسات ومستقل وفايفر وابورك وفريلانس مي وغيره واحد وتمانين في المية بلي بيخشوا في العمل الحر بيعملوا اكاونتات على المواقع ديت واول سنة بيجلهمش ولا طلب دا لو كميروا اصلا لتاني سنة اللي عاوز اقولهولك انك ممكن تجيب من الفيسبوك ومن انستجرام والسنابشات وغيره شغل اكتر من المواقع دي علشان كده مش شرط تعمل عليهم اكاونتات فما تزنقش نفسك وتسيبي الواسع الكرسى الخامسة لازم ارتاح بقى كتير من اللي بيسيبوا الوظيفة وبيهربوا للعمل الحر او بيهربوا اصلا من الوظيفة بينتقلوا بيبدأوا العمل الحر بعد الكلية على طول للأسف confirmation كانوا في مشكلة انهم مش عاوزين يتعبوا يعني مش عاوزين يصحوا بدريو ويروحوا الشغل ويقوموا الشغلوا والكلام دا كلهم عاوزين يأنتخوا ويرتاحوا يصحوا براحتهم ويناموا براحتهم ويخلصوا شغلهم براحتهم ولكن المفاجئ انهم مش بيخلصوا شغلهم اصلا الفكرة كلها ان هم للأسف بيدوروا على الراحة لو هتشغل موظف هتتعب ولما تشتغل فريلانسر هتتعب أصل الحياة هو المجهود والتعب والسعي فمفيش حاجة هتريحك بس الفكرة كلها ان نسبة السعادة عندك هتكون زيادة نسبة الرضا عندك هتكون زيادة لكن مفيش راحة انت ممكن تتعب أكتر من الوظيفة الكارثة الستة ماينفعش حد يحكمني واحدة واحدة لو انت داخل العمل الحر لكي ماحدش يحكمك وانت بتحكم نفسك وتعرف تلتزم بالاتفاقات اللي انت بتعملها فمبروك عليك العمل الحر لكن لو انت داخل العمل الحر عشان محدش يقول لك كلمة ومديري ما يتشرطش علي ومحدش يتغطي في موعاية التسليم فحبب بشرك لا انت هتنجح هنا ولا انت هتنجح هنا في مهارة وقيمة رئيسية جدا لازم تكون عندك وانت داخل العمل الحر وهي قيمة المسئولية والالتزام لازم تكون حد ملتزم ده اهم شرط الكارثة السبعة لازم اشتغل براحتي يعني مش عاوز احط لنفسي موعاية التسليم مش عاوز احط لنفسي معايير لو انا نهار ده هشتغل مع عميل كمان شهر هشتغل مع عاملين براحتي خالص فكرة عدم وجود المعايير اثناء شغلك هي اكتر حاجة بتضيع فريلانسر ان هو بيتأخر عن موعاية التسليمه ان هو ما بيلتزمش بالاتفاقات اللي هو بيعملها ما بيلتزمش بالمبلغ اللي هو حطه ما بيلتزمش للأسف حتى بوقت الشغل بتاعه اللي هو مخصصه ليه لو انت داخل في العمل الحر علشان ما يكونش فيه قوانين ومعايير تحكمك فانت هتغلط غلطة كبيرة جدا حط نفسك قوانين ومعايير وده مش شيء هيخنوقك بالعكس ده يخليك تزود انتاجيتك الكرسة التمنى لازم تركز على خدمة واحدة فقط من اكبر الكوارث اللي احنا بنقع فيها وتقريبا اكتر من 90% بيقعوا فيها انه بيعتمد بس على الخدمات المباشرة انه هعلن على خمسات او فيبر او ابورك وغيره على خدمة معينة خدمة استشارات مثلا الخدمة دي ممكن تباع مرة او اتنين وبس على كده او عشرة كمان بس هيفجأك مفجأة كبيرة جدا موقع من الموقع دي توقع او الاكاونت بتاعك تسرق هتعمل ايه او مفيش طلب اصل على الخدمة دي انت الخدمة الواحدة ممكن تقدمها بستة اشكال مختلفة هنعرفهم في السلسلة دي بس اوعى تقتصر شغلك على خدمة واحدة فقط ممكن تبدأهم بالتوالي واحدة ثم التانية ثم يبو ثلاثة مع بعض ثم يبو اربعة مع بعض ولكن مفيش حاجة اسمها ان الخدمة دي بيجيب لي فلوس ومريحاني مش هتشبعك ومش هتطول معك الكارسة التاسعة لازم اختار العملة بتوعي هم ليه العملة بيتشرطوا علينا ليه كل شوية لما بتعامل مع حد من الخليج بيقعد يتأمر ويتشرط علي بصراحة بسبب حاجة تاني الحاجة الاولى ان انت معاييرك ممكن ما كانتش واضحة من الاول والد اول معايير التاني ان انت اصلا اعلنت في المكان الغلق بعد المواقع للأسف بتنصر العميل على العامل كلمة انت ممكن تختار عاملك خليني اعدلها لك شوية انت ممكن تختار المكان اللي بتصطد منه العملة اللي بتجيب منه العملة لكن لو في عميل اتفق معاك طالما انت اتفقت معاه دوسوا مع بعض لو من الاول خالص المعايير بتاعتك ما كانتش مناسبة او المكان اللي انت اعلنت فيه ما كانتش مناسب فاسيبه من الاول خالص اللي عاوز اقول لك ما تختارش العملة ولكن اختار المكان اللي بتجيب منه العملة الكرسى العشرة والاخيرة ان انت لازم تفضل في العمل الحر طول عمرك لان هو بصراحة بيجبك ربح كويس الكلام ده كلام غلط تماما العمل الحر هو مجرد مرحلة من حياتك هتكون مناسبة جدا لوقت معين في حياتك ولكن لازم تنجز عشان تكون سريء وبعد كده تفتح الشركة بتاعتك زي ما كانت الوظيفة بالنسبة لك دلوقتي هي غير مناسبة العمل الحر بكرة بالنسبة لك هيكون غير مناسب ولما تفتح الشركة في وقت معين برضو هيكون غير مناسب فلازم تروط الاستثمار علشان كده العمل الحر ما ينفعش تفضل في طول عمرك زي ما هتخطط ازاي هتخش في العمل الحر معي في السلسلة ديت لازم تخطط امتى وازاي هتخرج من العمل الحر ما تنسوش تلوسوا اشتراك وجرس عشان خاطر كل السلسلة توصل لكم اول ما هتنزل وما تنسوش تعملوا لايك واي اسئلة عندكم اكتبوها في التعليقات هجاوبكم عليها كنت معاكم محمد عيد فعاش الكوارس عن العمل الحر اشتركوا في القناة